عايز أقول لحضراتكم دائماً كل المباريات اللي النادي الأهلي بيلعبها سواء في الدوري أو في البطولة الأفريقية هي مباريات هامة جداً ولكن أهمية هذه المباراة لأنها أنت محتاج من الست نقاط القادمة أو المباراتين القادمتين تلت نقاط مبارات النجم و تلت نقاط مبارات الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا أنت محتاج منهم على الأقل أربع نقاط فبسبب هذا أو بسبب أهمية هذه المباراة لحياة كان متواجد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف على الكرة كابتن محمود الخطيب النهاردة في التمرين النادي الأهلي وقعد مع كابتن سيد عبد الحفيز وقعد مع أيضاً ريني فيلر أو يعني وقف مع ريني فيلر في الملعب وزيما حضراتكم شايفين كابتن الخطيب كان متواجد بيعرف إمتى يكون متواجد وإمتى ما يكونش متواجد بيعرف إمتى يشد اللعيبة بصفته أحد أهم اللعبين في مصر خلال الفترة أو فترة طويلة جداً في كرة القدم المصرية وبالتالي هو عارف كويس بإحساسه إمتى يعرف يشد إمتى وإمتى يبقى متواجد وإمتى ما يبقاش متواجد هو حس النهاردة أنه لازم يكون متواجد بصفته رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وبصفته أيضاً مشرف على كرة القدم بالنادي وبالتالي كانت تمرينة مهمة جداً والكل ينتظر ماذا سيفعل النادي الأهلي في مباراة يوم الأحد القادم بالحقيقة إذا كنت بتكلم عن هذه المباراة مش عايزة أقول إنها مباراة